نحن نتكلم تحديدا عن موضوع التسخير وأن حوله قامت السماوات والأرض لكن حقيقة اسمحولي قبل ما خش بس في موضوع التسخير وكمل الحديث فيه لأنه موضوع شيق ولطيف جدا أنا عاوز أقول من باب التسخير أن الله سبحانه وتعالى يسخر الشعوب لبعضها البعض ويسخر الناس لبعضها البعض فتجد واحد لا علاقة الأبي يدخل فرحة إلى قلبك ويدخل فرحة إلى أولادك ويدخل فرحة يعني هناك أمور بمناسبة التسخير تحدث لا دخل لك بها إنما يعني يعملها الله لك يجريها الله لك ليه إدخال الفرحة إلى قلبك ليه إذهاب الهم عن نفسك ليه إذهاب الغم عن قلبك وأمر لا علاقة لك به أصلا يعني أمر أسعدك عن طريق آخرين كما يحدث أن هناك أمر أحزانك عن طريق آخرين يعني بيحدث أنك أنت بتتابع حادث مؤلم لمقتل طفل أو لمقتل أم أو لانتحار شاب أو لأي حاجة بتحصل في العالم من هذا القبيل الإنسان بأحزان فالموضوع لا علاقة لي به ولكنه أتى إليه بطاقة سلبية طاقة سلبية الطاقة السلبية هي النيجاتيف أنيرجي أن الطاقة السلبية هذه هي التي تحدث في القلب غصة وتحدث في النفس ألم وتحدث في النفس أنت لو بصيت في القرآن كل الأمور التي وصفت بأنها حصرات أو أحزان على النبي صلى الله عليه وسلم ليست من النبي وليست من بيت النبي إنما من خارج بيت النبي أو من خارج حياة النبي عليه السلام فلا تذهب نفسك عليهم حصارات مثلا حصارات على مين؟ على أمور خارجية مثلا وإذا كان هناك أمر داخلي وكذلك انظر في القرآن الكريم حتلاقي فلعلك بخير عن نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث آسفة يعني أهو شيء حدث خارجي أني واحد كفر أو واحد ما أمنش أنا مالي اللي يؤمن يؤمن فمن شقف اليوم أنا مالي هو حر إنما الموضوع بالنسبة لي أعطاني حزن إنه رفض طريق الطاعة أو رفض أن يموت على الإسلام أو رفض أن ينطق الشهادتين مش كده وكذلك يعكس بقى